ألم يسحبك الكاتب في طريق العودة لقد وقع هذا لأنك فتاة مهذبة وهم لا يقيمون وزنا لذلك إن الجرح ليس عميقا ولن يبقى له أثر لقد تم الآن تضميده سأعطي كي شيئا هدائي لقد وضعته جانبا دون أن أقول لك شيئا سترين تخرج من حقيبة حذاء إفات مبسوطة هأنت ذي ترين لقد كنت راغبة فيه دائما وهو ذا لك الآن البسيه حالا قبل أن أندم عليه تساعد كاترين في لبس الحذاء لن يبقى شيء وحتى لو بقي فلن أتأثر من ذلك فلا مصير أسوأ من مصير أولئك اللواتي يطبن لهم إنهم يغطادونهن إلى أن يقضى عليهن أما إذا لم يطبن لهم فإنهم يتركونهن لقد عرفت بعد أولئك الفتيات الفاتنات اللواتي بعد قليل من الزمن صرنا من البشاعة إلى حد إخافة الذئاب نفسها إنهن لا يستطعن المرور وراء شجرة دلب دون أن يخفن من وقوع حادث لهن هذه ليست عيش والأمر هنا كالأمر في الأشجار الأشجار المستقيمة القوية تقطع ليصنع منها الأعواد الخشبية أما الأشجار المعوجة فتترك في حالها ولهذا يجب أن تعدي نفسك سعيدة وهذا الحذاء لا يزال في حال جيدة لقد دهنته قبل أن أخبئه ترجمة نانسي قنقر